بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريبسري تعالوا نكمل سوا آخر بورت في الانترودكشن اللي اتفقنا عليها عن افتكر فيها حاجات خدناها قبل كده في الساينز ومهمة جدا لينا السنة دي علشان لما نبدأ شرح بإذن الله يبقى الدنيا أسهل بارس لا تنسوش لو دي أول مرة تشوفوا القناة وتتفرجوا على فيديو ليها ياريت نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس وياريت تفرحوني بالشير ولايك وكومنت على الفيديو وطبعا تنورونا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام وكمان الواتساب كل اللينكات دي هتلاقوها في الديسكريبشن بوص سندوا الوصف تحت الفيديو زي ما متفقين ونكمل النهاردة الانترودكشن اللي بدينا فيها لبريب 3 وده بارت 3 اتكلمنا المرة اللي فاتت عن حاجات كتيرة اتكلمنا مرة عن الموشن والطايبس اوف موشن وتكلمنا عن اللايت والبروبرتز بتاعة اللايت هنتكلم بقى النهاردة عن حاجة تكلمنا عنها كتير قبل كده هنتكلم عن حاجة مهمة قوي اسمها يونيفيرس يعني ايه اليونيفيرس؟ يعني الاسبيس اللي احنا موجودين وكل حاجة في الدنيا موجودة فيه اليونيفيرس ده حاجة كبيرة خالص شامل حاجات كتير قوي جوه اليونيفيرس ده جوه حاجات صغيرة اسمها جالاكسي منهم الجالاكسي بتاعتنا اللي اسمها ميلكي وي جالاكسي جوه الجالاكسي دي فيه حاجات كتيرة منها السولر سيستم بتاعنا السولر سيستم بتاعنا ده اللي هو عبارة عن الصن اللي احنا بنشوفها الصبح دي والبلانت منهم الارث اللي احنا عايشين فيه وشوية البلانت اللي حواليها وفيهم كمان المون اللي بنشوفه بالليل طيب جوه السولر سيستم ده يهمنا قوي الإيرث دي اللي احنا عارفينها او كلامنا السنة دي بإذن الله هيبقى عن حدوتة السولر سيستم والإيرث دي ازاي اتكونوا اصلا النشأة بتاعتهم ازاي طبعا الحاجات اللي حنتكلم فيها كلها يعني ايه يعني نظرية يعني حد بيفترض ان ده حصل لكن ما حدش عنده الأكيد ايه اللي حصل لان ما كانش حد موجود ساعتها لما ربنا خلق الكون خلق اليونيفيرس ده ما كانش حد فينا موجود علشان يحكي لنا ايه اللي حصل بس احنا بالتلسكوب والحاجات اللي بنعرفها والامج اللي بنلقطها من اليونيفيرس بنبدأ نكون فكرة ازاي اليونيفيرس ده حصل وازاي السولر سيستم بتاعنا اتكون اهو ده حنتكلم عنه برضو السنة دي بإذن الله كلامنا ده شامل كم نقطة لازم نسترس عليهم كلمة يونيفيرس يعني ايه قلنا اليونيفيرس ده في بيليونز أوف جالاكسي ده كبير خالص وفيه كل حاجة ده السبيس اللي موجود فيه كل الحدوطة دي كل جالاكسي جواها شوية ستارز الشوية بتاعتنا دي بنتكلم في بيليونز أوف ستارز حوالين كل ستارز بيبقى فيه شوية بلانت فتطلع لي مثلا البلانتز بتاعتنا اللي في السولر سيستم بتاعنا اذي اليونيفيرس الكبير خالص جواه جالاكسيز كتيرة خالص خدنا منها الجالاكسي بتاعتنا مثلا لقينا عبارة عن شوية ستارز لو بصينا على الستار اللي أقرب لنا نلاقي السولر سيستم اللي فيه شوية البلانتز بتاعتنا اللي هم ايرث ومارس ودروبيتر الحاجات اللي بناخدها كل سنة دي في الساينتز وفي السيرشير الكامين تعالوا نشوف الموضوع بشكل أوضح ناخدها بقى من الصغير للكبير المرات الايرث بتاعتنا هو ودي المون جنبنا اللي بيلف حوالينا لو بعيدنا شوية نلاقي مين نلاقي السولر سيستم بتاعنا اللي هو السن والايرث اهي وشوية البلانتز التاني طيب نبعد اكتر شوية نلاقي الجالاكسي بتاعتنا اللي هي اسمها ملكي وي جالاكسي والسولر سيستم ده كله على بعضه وموجود في آرم من الارمس اللي موجودة دي هنشوفه برضو كمان شوي طيب هنبعد اكتر عن الملكي وي جالاكسي هلاقي مين هلاقي الجالاكسيز كلها جنب بعض هناخد اني ليهم كلمة كده معناها جروب اوف جالاكسي بس خلونا ما نسبقش الاحداث ونكمل كده نبعد اكتر نلاقي الجالاكسيز اكتر موجودة اكتر في الاسبيس حوالينا وهو بين كل كلاستر اللي هي جروب اوف جالاكسي والكلاستر التانية في سبيس حتة فاضية كده كل الكلام ده يعمل لي اليونيفيرس اللي احنا بنشوفه وبقى احنا كده مشينا لحدوتها مرة من الكبير للصغير من اول اليونيفيرس لغاية الايرس وخدناها تاني من اول اليونيفيرس لغاية اليونيفيرس بنعمل كده ليه علشان تفتكر كل التفاصيل اللي قلناها لان ده حيفدنا في منهجنا السنة دي بعد كده اتكلمنا عن الملكيوي جالاكسي اللي هي بتاعتنا دي اللي احنا موجودين فيها ولما بصنا عليها كده لقينا فيها سبايرل ارمز يعني ايه سبايرل ارم؟ يعني حواليها كده حاجات شباه الحلزونة كده كأنها دوامة وهي السنتر بتاعها شكلها اوفل وليها سبايرل ارمز اهو بقى السولر سيستم بتاعتنا والارث بتاعتنا اهي موجودة اهي ايه دي الارث واحدة من الارمز اللي موجودة دي مش موجودة ناحية جوه موجودة ناحية بره شوية وحنعرف برضو شمعنا احنا موجودين ناحية بره مش ناحية جوه وايه الفرق؟ بين السبايرل ارمز دي القريبة من السنتر ما بين السبايرل ارمز او الستارز اللي موجودة في السبايرل ارمز اللي بعيدة دي هنفهم برضو الحدوطة دي السنة دي بازن الله ايه دي الارث بتاعتنا لما بصينا عليها وشفناها موجودة في الارمز نرجع تاني ونكمل كلامنا على السولر سيستم بتاعنا اللي كان عبارة عن الصن وعن البلانت بهم ميركريو فينوس ايرت مارس جابيتر ساتر ايرانوس نيبتون وكان فيه كمان ما بين الفور بلانت السغنانين دول والفور بلانت والكبار دول كنا بنسمي السغنانين دول سمول او انر بلانت ليه انر؟ اي ان دول اللي قاعدين جنب مامتهم الكبيرة جنب الصن والفور بلانت والكبار دول كنا بنقول عليهم الاوتر بلانت انه من ناحية بر ما بين الانر والاوتر كان فيه حاجة اسمها أستيرايد بيلت نفتكرها برضو كانت عبارة عن روكس كده موجودة في سيركل كأنها أربط البلانت لكن كلها روكس سغنانة كده كان فيه كمان حاجات اسمها ميتيرايد وميتيورز وكومت الميتيرايد ده اللي كان عبارة عن سمول روكو دخلت الأتموسفير بتاع البلانت وتقريبا كلها تحرقت مبانش منها غير اليوميناس آر وكده كأنه فيه لون أو نار كده موجودة بنشوفها بالليل أما الميتيورز ده كبير بقى شوية ده آه جزء منه بيحصله بيرنينج في الأتموسفير فعلا بس بيتبقى جزء ويوصل لنا على الأيرث سيرس كل دي حاجات موجودة في السولر سيستيم بتاعنا أكتر حاجات تهمني حنفكركم بيها دلوقتي المين سليستيال باتيز نفتكر يعني إيه سليستيال باتيز يعني باتيز موجودة في اليونيفورس باتيز موجودة في السبيس بتاعنا أهم تلاتة يهموني حاجة اسمها ستارز حاجة اسمها بلانتز وحاجة اسمها موت الستارز دي فيه منها كتير قوي في اليونيفورس لكن احنا حنتكلم كلامنا عن الستار بتاعتنا اللي موجودة في السولر سيستيم بتاعنا اللي هي اسمها الصن ودي حاجة شايني بادي بتدينا هيت وبتدينا لايت أما البلانت بقى دول درك بادي بيريفولف اراوند الصن المون بقى درك بادي برضو ويريفولف برضو بس مش اراوند الصن دول ريفولف اراوند ذا بلانت او اراوند صم بلانت بس عندوهم حاجة كاركترستيك قوي ليهو اللي هي ايه؟ لهم بيعملوا ريفليكت للسان لايت يعني المون في الحقيقة ما بيدينيش لايت لكن بيديني او بيعملي ريفليكت للسان لايت زي الميرور بالزبط كده تخيل كده لو انت دخلت قوضة ونورت النور والقوضة دي فيها مراية هتشوف النور في المراية صح كده لكن لو النور مطفي المراية هتديك نور لأ طبعا هتجيبه منين هو ده اللي احنا بنتكلم فيه اللي ستور هي الوحيدة عندنا لحد دلوقتي اللي تشايني بادي البلانت والمون اللي اتنين دارك بادي لكن المون عندو حاجة كاركترستيك ليهو بيعمل ريفليكت للسان لايت تعالوا نشوف اشكالهم كده هدي الصن ودي بلانت مثلا زي الارث ودي كمان المون كل حاجة صغيرة تلفة حوالين اللي اكبر منه يعني المون ده صغنن يلف حوالين الاكبر منه اللي هو البلانت البلانت دي smaller than the sun او smaller than the stars بصفة عامة تعمل ريفول بحوالين الاستار والاستار دي لحد دلوقتي ما نعرفش لكن حنعرف ان هي كمان بتعمل ريفول حوالين الجالاكسي اللي هي فيها نفس السيستم ربنا خلق الحدوتة هي هي كل مرة سيستم وكل السيليست يا البوديز ماشي علي دي كده كل الحاجات اللي اتهميني عن اليونيفورس ومكملة معينا هنتكلم بقى في ايتم جديد خالص وهو living organisms اللي حوالين اللي احنا على فكرة حاجة منه living organism دي ممكن يبقى شكلهم ايوني سيليلور living organism يعني living organism البودي بتاعه كده كله على بعضه هي one cell وممكن يبقى multi-cellular living organism cellular اهي كلمة cellular دي الاجيكتف بتاعت كلمة cell يوني سيليلور يعني one cell مالتي سيليلور يعني اكتر من cell زي حالاتنا وزي الانيميل وزي البلانت اليوني سيليلور دي زي الحاجات الصغنانة قوي اللي نسمع عنها ونتعامل معاها كده ايه على خفيف زي اليست فانجس الخميرة اللي ماما بتحطها على عجنت البيتزا علشان تخليها تيكبر كده وزي البكتيريا اللي بتيجي ساعدتها عيينة او البكتيريا اللي اليوسفول بكتيريا زي اللي موجودة في الزبادي والحاجات دي لكن المالتي سيليلور دول عارفينهم زينا مثلا زي الهيومن زي الانيميلز وزي البلانت كل دي مالتي سيليلور ليفنج اورجانزم الفرق ما بينهم تاني ان المالتي سيليلور البادي بتاعه في اكتر من سل اما اليوني سيليلور البادي بتاعه كله على بعضه وان سل طيب تعالوا نشوف كده ايجزامبلز ليهم بشكل اوضح ايدي الايوغلينا والاميبة والبراميسيوم اللي كنا بناخدهم زمان ودول اليوني سيليلور ليفنج اورجانزم بيبقى موجودين مثلا في ليك او بوند شوية مية كده مركونين بنلاقي فيهم البكتيريا دي بنشوفهم عند المايكروسكوب طبعا بنشوفهم تحت المايكروسكوب ما قدرش اشوفهم بعيني كده على طول اما الشلة التانية دي دول مالتي سيليلور زي الانسكت اللي بنقدر نشوفها البادي بتاعنا البلانت بادي كل ده الليفينج اورجانزم نفسه كونسست من جروب اوف سل بس ربنا زي ما متفقين بيعمل كل حاجة بطريقة معينة يعني مثلا السلز اللي موجودة في البادي بتاعنا دي مش كلها نفس الشكل مش كلها نفس التفاصيل مش كلها نفس الفنكش طبيعي جد اكيد السل اللي موجودة في الستومك اللي شغلنتها تعمل دايجستر الفود غير شكل السل اللي موجودة في الاي اللي شغلنتها ان احنا نشوف غير شكل السل اللي موجودة في البرين غير شكل السل اللي موجودة في البلد بالظبط اهو احنا كلامنا بقى حيتكلم عن ازاي البادي بتاعنا ده ربنا خلوه او ترتيب وشكله عامل ازاي احنا كلامنا خلاص بقى عن المالتي شيرلر ليفنج ارجنزم يعني ليفنج ارجنزم اللي عندهم جروب اوف سل مرسل واحد عمدنا سيستم نيرفا سيستم وضيجستف سيستم ومسكولر سيستم وسكليتال سيستم ورسبيراتوري سيستم وسيركيولاتوري سيستم كل دي سيستم موجودة جوه البادي بتاعنا وزي ما اتفقنا من شوية اكيد السل اللي في السيركيولاتوري سيستم ليها شغلانة غير بتاعة النيرفوس غير بتاعة الريسبيراتوري غير الديجستف غير الاسكليتال غير المسكولر سيستم كل واحدة فيهم ليها شغلانة فربنا هيخلقهم بتكنيك معين فلو جينا بصينا كده على البادي بتاعنا لقينا فيه جروبه في سيستم هبص على كل سيستم فيهم هلاقي فيه جروبه في أورجنز يعني مثلا السيستم اللي اسمه سيستم هلاقي فيه هارت دا أورجن هلاقي فيه البلود فيسلز دي أورجن النيرفوس سيستم هلاقي فيه البرين دا أورجن الاسباينال كورت دا أورجن الاسبايراتوري سيستم هلاقي فيه اللونج هلاقي فيه النوز طيجستف سيستم هلاقي فيه الستومك سمال انتستن وهكذا كل سيستم جواه جروبه في أورجن لو بصينا بقى على الأورجن دا بشكل أقرب هلاقي فيه جروبه في تيشوز يعني إيه تيشوز يعني جروب أوف سل يبقى تاني نحكي الحدوتة زي ما حكناها في اليونيفورس البادي بتاعنا كبير خالص جواه جروبه في سيستم كل سيستم جواه جروبه في أورجن كل أورجنز جواه جروبه في تيشو وكل تيشو جواه جروبه في سل شبه بعض تعمل الشغلان الواحدة بتاعته نشوف الكلام دا تاني بشكل أوضح هذه الأورجنزم أو البادي بتاعنا وبصينا على السيستم دا لقينا جواه أورجن اسمه ليفر مثلا بصينا على ليفر لقينا كل حبة منهم عاملين تيشو كده وكل تيشو فيها سيلز شبه بعض ياميس الكلام دا في الهيومن بس لا الكلام دا كمان في البلانت البلانت هذه البادي بتاعها جواها أورجن جوا الأورجن تيشو جوا تيشو سيل نفس الكلام في الهيومن نفس الكلام في الانيمال زل حوالينا المانكي اللي قدامنا دا هذه الكدني بتاع تودي أورجن موجودة من ضمن سيستم اسمه يورانوري سيستم فيها تيشو بيعمل شغلان وتيشو تاني شغلانة تانية وتيشو تالت شغلانة تالت أهو كل تيشو بيعمل شغلانة جواه سيل نفس الشكل يعني سيل شبه سيل شبه سيل يعملولي التيشو اللي احنا بنتكلم عليه طيب بس خلينا متفقين على بوينت أكيد البلانت مش زي الانيمال ومش زي الهيومن حقيقي ربنا خلق البلانت ليها سيل شكلها والحاجات اللي جواها مختلفة شوية عن الانيمال سيل خدنا الكلام ده قبل كده ونرجع نفتكر فيه حاجات تانية كل السيل منهم فيها حاجات مشترك يعني مثلا اللي اتنين فيهم حاجة اسمها نيوكليس نيوكليس دي كنا بنسميها مدير السيل دي المدير اللي ممشي السيل يقوله كل أورجن فيهم أو يقوله كل بارت من السيل انت تعملي ايه وانت ما تعمليش ايه اللي اتنين فيهم أورجن اسمه اندوبلازمي كريتيكولا وده حنتكلم عنه السنة دي وبالتفصيل هيبقى ليه شغلانة مهمة قوي معانا بس الفكرة انه موجود في البلانت وفي الانيمال سيل اللي اتنين برضو فيهم حاجة اسمها سيتوبلازم وده الفلاود أو السيمي ليكود اللي متعلق فيه أو بيمشي فيه كل البورت بتاعة السيل ترث حاجات دول اللي يهموني قوي ومهم ان انا اعرف انه هم موجودين في الاتنين في البلانت وفي الانيمال سيل اللي اتنين برضو عندوهم ميتو كوندريا وده اللي بتدي الانيرجي اللي اتنين عندوهم حاجة اسمها رايبوسوم اللي اتنين عندوهم حاجة اسمها جولجي أباريتس كل ده ما يهمنيش انا يهمني اللي انا معلمانك عليهم دول النوكليس والإندوبلازم كريتيكولم والصايتوبلازم دول اللي موجودين هنا وموجودين هنا بس لما بصينا كده لقينا في حاجة تانية موجودة في حتة مش موجودة في التاني حصل لقينا البلانت سيل ما عندهاش السنتروسوم ده لكن الأنيمال سيل عندها سنتروسوم وده حيفدني في ايه يا ميس هنعرف بإذن الله السنة دي وحنتكلم عنه لقينا برضو إن البلانت سيل عندها حاجة اسمها كلوروبلاست وده اللي بتديها جلون الجرين مش عند الأنيمال سيل عندها حاجة اسمها سيل وول وفاكيول بس الكلام ده خدناه قبل كده لكن مش حيفرق معايا كتير السنة يهمني الأربعة اللي احنا تكلمنا عليهم نيوكليس ندوبلازم كريتيكولم وصايتوبلازم موجودين في الاتنين والسنتروسوم موجود بس في الأنيمال سيل بكده حبيبي أنا رجعت على كل البوينتز اللي خدناها قبل كده ومكملة معانا ما تنسوش زي ما اتفقنا تابعونا على اليوتيوب والتليجرام والفيسبوك الجروب والبيد واللي ما عملش سبسكرايب للقناة يريد يعمل ولايك للفيديو وعرفوا كل أصحابكم بالقناة أشوفكم على خير واتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر